السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبتدأ اليوم التدريب الرابع الخاص بدورة فحص وصيانة القابلوات الكهربائية نستمر بشرح أهمية تأثير الغلاف للقابلوات الكهربائية مثل ما معروف أنه أي معدن أو أي قابلو كهربائي عندما يسري بداخله تيار كهربائي يتكون مجال مناطيسي أو مجال حثي كهربائي بالقابلوات يتولد نوعا من التيارات الحثية في الأغلفة المعدنية أولا تيارات الغلاف الدوامية ومساراتها على الغلاف الكابلو الواحد وتسري حتى عندما يتم عزل الأغلفة المعدنية بعضها عن بعض التيارات الدوامة لدائرة الغلاف ومساراتها تقع في الأغلفة المعدنية للكابلوات أن منفصلة وتسري عندما يتم ترابط الأغلفة أي بمعنى أنه هاي الفقرتين يوضحون أنه التيارات الكهربائية التي تسري داخل القابلوات تكون نوعين من التيارات الحثية النوع الأول يكون حسب الغلاف للقابلو وهذا يكون خارج الغلاف أو خارج القابلو وكذلك أكو تيارات دوامة تتكون بالقابلوات منفصلة بالداخل فهاي التيارات الدوامة تأثر على العمر الافتراضي للقابلو وتؤثر على نوعية القابلوات وتؤثر على الاتصال على تواصل التيار الكهربائي اللي مار في القابلوات الكهربائية كما موضح في الشكل رقم 15 كما موضح في الشكل رقم 15 تكون التيارات الخارجية والمجال أو الفيض المتولد الخارجي كما موجود بين A وB وC وD هذا الفيض المتولد الخارجي للقابلو الواحد وكذلك يوجد فيض متولد داخلي فمعروف أن الفيض الذي يتكون داخل هذه القابلوات له تأثيرات كبيرة جدا على العمر الافتراضي للقابلو أي قابلو من كم تصنيعها يقول لك العمر الافتراضي إلى 20 سنة بس حسب المواصفات التصنيعية التي صنعة من أجلها فيقول لك 20 سنة بهذا المواصفات إذا اختلفت هذه المواصفات نتيجة التأثيرات الأخرى تسبب خلل كبير جدا في مسار وتيارات الغلاف الدوامة للقابلو جهد وآلية الانهيار للقابلوات أنتم مثل ما معروف أن القابلو الذي يتأثر بالظروف الخارجية يتسبب في انهياره بالعامية نسأل ليش القابلو هذا عطل ليش اللي صار انفجار به شنو الأسباب اللي خلت صير قطع عندي بأحد الفيضات هذه كلها أسئلة يضح المهندسين أو الفنيين عندما يتعرضوا لأي حالة من حالات العطب شنو سببها؟ أكو عدة عوامل تسببها أول شي تعرضها للجهد فترة تعرضها للجهد يعني بمعنى أنه أنا قابلو كهربائي يتحمل 60 أم بير أجي أنا أمخال لجهد ما يقارب 56 أو 58 أم بير هذا الجهد على فترة من فترات الزمن يبدأ ينهار لأنه يبدأ القابلو يتقل كفاقته فيتعرض لانهيار القابلو العطب أو الأقطاب اللي موجودة به تكون ممتزنة بالأحمال مالتها تلقي فيز من الفيزات يتحمل 50 أم بير فيز يتحمل 10 أم بير فيز يتحمل 25 أم بير هذا عدم الاتزان بالقابلوات أيضا يسبب أدنى عطل عندك النقطة الثالثة درجة الحرارة القابلو من حق في أماكن درجة حرارة كلش عالية يسبب أيضا اختلاف في التحمل للتيار الضغط عملية المج والفرز من يتم وضع القابلوات قابلو مجانب قابلو بدون ترك مسافات أمان هذا يسبب أيضا ضغط على القابلو وجود الرطوبة يتم دفن القابلو في أماكن يكثر بها المياه أو تكثر بها مياه جوفية أيضا يسبب هاي الرطوبة يسبب عطل في القابلوات وجود الفراغات الغازية ماذا نقص فراغة الغازية؟ عمليات التصنيع القابلو لازم تكون عملية محكمة إذا تم تصنيع القابلو بوجود بعض الفراغات الغازية بمرور الزمن تسبب أيضا نوع من التآكل القابلو هاي الأمور اللي شفتوها هسة واللي تم شرحها بصورة مختصرة هاي هي اللي تسبب انهيار القابلو فمن تجون تبعون أكو عندنا جدول خاص يسموه جهد الزمني ويوجد منحني أيضا يسمى منحني الانهيار اللي هو VTB اللي هي مختصر voltage time breakdown وللرطوبة نفس التأثير للفقاعات الغازية على المنحني VTB الكابلات المغموسة جيدا الصنع التي تحتوي التي لن تحتوي على أي فقاعات في بداية سيكون لها منحني يفرق عن المنحني الآخر المنحني الأول في شكل رقم 16 سوف تشاهدونه المنحني الأول في شكل المنحني الأول في شكل رقم 16 اللي هو أي هذا للقابلو الجديد يعني القابلو لن نقول بعد غير مستخدم وتصنيعه بدرجة أولى وممتازة فإنما يتم تحميله نشاهد انه VTB يكون شكل المنحني ماته بهذا الطريق هذا مسار أي من نكون نحمله نحمل الخطاب الكهربائي بالتيار الكهربائي المناسب وورا فترة يوم أو يومين من يجي نقيسه يطلع أنه المنحني بي فشوف القيمة شون تغيرت المبادئ شون تغيرت الأساسية أو المواد الأولية المكونة إلي تغيرت قيمتها من شكل إلى شكل من قيمة إلى قيمة بهذا الحالة نعرف أنه قابلو قابلوات الكهربائية كل ما يتم استخدامها خلال فترة الزمن تبدي توصل إلى مرحلة النيار هاي العبارة توصلنا لشيء مهم جدا أنه واكو قابلو لا يوجد قابلو كهربائي دائم لا يوجد قابلو كهربائي دائم كل القابلوات إليها أمر محدد بمعنى آخر كل قابلو إلى فترة يسموه اكسباير احنا هسه بنده نشتغل أكثرنا نقول نفتخر أنه هذا الكيبر صار إلى 25 سنة هذا الكيبر صار إلى 30 سنة بس هو العمر الافتراضي ما تشقد هذا فهو كل قابلو كهربائي أكثر القابلوات تصنع أمرها الافتراضي ما يتجاوز 15 إلى 20 سنة فيتم استبدالها لكفاءتها قلت تيارها بدأت تحملها للتيار قل فإحنا نجب أن نكون أدنى الطلاع وحساب على هاي المواصفات الموجودة بالقابلوات يتم تحديد ما إذا كان منحني البيتي بي مستقر أم لا فيتم تعرض القابلو لجهد تشغيل أو جهد أعلى بينما يسخن القابلو ثم يسمع له بالتبريد بطريقة متعاملة مثل هذا الاختبار يسمى الاقتبار الاستقرار ويتم تطبيقه على كل أنواع القابلوات عالية الجهد إذن نظام البيتي بي يستخدم حتى في المعامل الصناعية يسخنون القابلو يعرضوه لحرارة ويعرضوه لكل الأمور حتى يشاهدون مدى استقراريته في تحمله للتيار الكهربائي وهذا يساعد على أنه أنا القابلو أبدأ أحسن به مثل ما معروف أن القابلوات كانت تصنع زيتين بورق مشبع بالزيت وبعدين بدأوا يصنعون القابلوات بعوازل أخرى هدف من هذا التحديث أو هذه المواد الأولية التي تدخل بصناعته هو أنه أنا أطول عمره الافتراضي وأزيد من كفاءته لنقل التيار الكهربائي حتى لا يصل إلى مرحلة الانهيار حمل التيار الأعظم أنه القابلو الكهربائي حتى استفاد من عنده أعرف كيف قد يتحمل تيار وهي التيار اللي تحمله القابلو إيج قد توصل درجة الحرارة مادة هذه من التأكيدات المهمة أنه أنا من أحمله للقابلو بالتيار وأعرضه لدرجة حرارة معينة واعرف قيمة التيار كيف قد يتحمل؟ منا عرف أن هذا التيار هل يجب أن يتحمل؟ نحن نسألنا واحد يقول له مثلاً قابلو أبو السبعين ما هي يجب أن يتحمل التيار؟ نبدي نقول له مثلاً مثلاً مثالي نقول له أن تتحمل 150 أمبير 150 أمبير على يباً عن ضوء مثل هل نطينا 150 أمبير؟ ال150 أمبير نطيناها على ضوء أنه أكو اختبار صار وهذا الاختبار اتعرض القابله لدرجة حرارة وتعرض لجهد يتحمل لحد 70 أمبير فنبدأ نتكلم 170 أمبير فنبدأ نتكلم أنه هذا تحمل 170 أمبير على ضوء هذا الفحص أو الاختبار اللي صار عندنا وشكرا لحسن الأصغاء